نحن اليوم في قرية مورين اسكندراي في كوسبو وكما نرى الجو الصعب اللي نتكلم عنه تلج نحن نهاره 28 مارس و28 رقب في نفس الوقت والجو هنا صعب جدا 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 للعيش وفي شهر مارس نسه في التلجب ينزل والحرارة 10 لحن وهذا مشروع للأسرة أيتام اللي بتعمله الأغاثة الإسلامية بيتكلف الـ 1200 يورو للأسرة اللي الامرأة اللي هناك دي يعني الأرمالة عندها خمس أطفال تزرع فلفل وبتبيعوا وستددت تمن هذا المشروع في خلال ساعتين وبتصف على أولادنا من المشروع ده فحنا بنشكر للأخت من بدأت المشروع هذا اليوم نحن نحن في هذا المشروع يسمى مورين سكاندراء في كوسبو وكما ترون من البلد من المشروع وهذا المشرك هنا وهي للغاية المتعامل هو لتدخل أمسكين والدفاع التي حدثتها هي تشعر الناس وتعالى 5 أبداً والمعين المتعامل هذه المتعامل هو 1.200 أورو وقد أستطيع أن تساعد الموضوع في دو عام وقد تحصل على كل مدرسة منها لتساعدها على أطفالها ما هي تسمية؟ أربريسة هل تسمعها؟ أربريسة ترحل المدرسة تحاول التعلم ما تريد أن تكون عندما تتعلم؟ أربريسة 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 ترحل المدرسة وقام بأطبيب إن أردنا أن نشعر بحاجة الناس فلنأتي لنرى كيف يعيش هؤلاء الناس إن أردنا أن نشعر بحاجة الناس فلنأتي لنرى كيف يعيش هؤلاء الناس لنرى كيف يعيشوا في هذا المكان الصعب فلنأتي لنرى كيف يعيش هؤلاء الناس ومصممين على الحياة ويديرين شؤون حياتهم بقوة وإصرار وعظيمة ويستمرون هنا لنرى كيف يعيشوا في هذا المكان الصعب ومصممين على الحياة ويديرين شؤون حياتهم بقوة وإصرار وعظيمة وأنا سأذهب الآن لتحدث مع الناس ومصممين على الحياة الناس وأنا حقا؟ هوراهوتي هوراهوتي سوف يتعجل الناس لأن البئر يرعى مثل هذه الأماكن اللي بزرعو فيها هنا المكان يدخل أنا إلى الآن مع مرحوتي دي حوراهوتي هو الميدو كانت معدامة أبدا ومع المستوى بالتحضر وهي واحد there is a deep well التي أشارها من الإجتماعات للإسلامس لنرى المنزل ونرى المنزل ونرى المنزل كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله البنية سوف تكون هناك مقارنة؟ نعم فقط وكما تتحدث لنا هذا المنزل في العمليا هذا المنزل لنا حسنا حورة هي سيدة المنزل التي تسرسها سيدة في 1999 في عمره هي سيدة المنزل لدينا وصفة جوانات منها وصفة وصفة أنت نصفها وصفة خاصة بفضل تشبه ونحن نرى مرحلة التي نضيفها منها من خلال السبب ونحن نحن نملكها بخلال المنزل تجربة مرتبات التي تجربها والسلسل تجربة مرتبات التي تجربها لتجربة مبينة لأنه المتابعة التي يتم تحدي المحبين لسهاتفاً والسهاتف والطماطين كبير من الموقع هي المحبين البزرع وهذا ساعدتها في تقلقها وتفترضها الآن يستخدمها لأحذاءها وأيضًا لإذنها لأشهرين من جميع الصعود ومن أخرى المطابع أختنا هيرا زوجها استشهد في عام 1999 في الحرب الأخيرة وترك لها خمس أطفال وقالت المؤسسة الإلهاث الإسلامية حاول التحويل تتلعي ساعدها ماذا تريدي قالت أنا عايز أعمل هذا البيت جرينهاوس علشان أساعد أطفالي همس أطفال هي ترعاهم كأرملة خمس أطفال أيتام وهي اللي بتيجي هنا تزرع بنفسها وتراعي المكان ده كله تزرع فلفل وتبيع الفلفل وتعيش هي تاكل من هذا المكان وفي نفس الوقت بتبيع الباقي للسوق كمهما يزعي المكان هذا المكان؟ إنه موضوع 1.200 مرحل بشكل مكان وفي نفس البيت أطفالي وفي نفس البيت أطفالي يوم تكلفة المشروع ده اللي بيقيم أو بيساعد حياة أسرة ألف ومتين يورو خلاف المواسير اللي بقوادي بتاعت المياه لكن مع مواسير المياه يكلف ألف وربعمائة يورو لأسرة من امرأة وخمس أطفال فلا يتم تحكم من تلك المياه ولكن هذا المياه يكون 1.200 مرحل لن نتطلب المزر لشيء المستحيل للخصول ولكن من نتحيل المزر لشيء الهوار وإنه يصبح أولى أ empirكي لفائلين مع أجل الدنيا لتغيرها لأنها فقامنا بتدخل المستازيل الأسرة هل تريد أن تقول شيئاً أخرين؟ نعم بالبعض بأننا نحاولنا أن يضطر التمثيل الوصول للوصول والأسفل والمثلان في منصف الوصول وبهذا الأمر نحاولنا إلى مفاوضة الإسلامية لتعاون المشروع هذا الشيء يحاولون لتساعد عائلات الأيتام والأرامل لأنهم يعتمدون على أنفسهم لا يعتمدون عن المساعدات المنقطعة التي تجبرون المتبرعين ونحن نشكر أخت البولينا طبعاً مخطاعة بطلقبط فيها باسمها ونحن نشكر أن هذا البرجهد لأن تساعد المنزلين والدوين لإمكانهم حياتهم وإمكانهم حياتهم وإمكانهم حياتهم ونحن نشكر الإسلامية لفعل ذلك لأنهم يريدون أنت أتب remot متいます أين أنت قرأت لها إن يسميł شيئا حياتهم أدون أن تنكيش في ذلك أخذ ليك فقط للحصول إلى ذلك أدون أنت فقط للحصول إلى ذلك أدون أن تقول إلى ذلك نعم قياسي في ذلك لأتنا وللقاء 20 30أس لأتنا وللقاء مو اشعي مرة مو اشعي مرة lungen اصتحان ارتان 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 تؤلال اريد ارتان شم ارتان 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 الا ارتان ارتان تجيث نعطيها و تجيثنا نعطيها و تجيثنا نعطيها و تجيثنا نعطيه شكرا أحسن أنتكت تتعرف جمعينية وضع المنزلات في رمضان وعلى الأسفلات وعلى الأخير يعطينا أموائكين لتعرفة نظيفة أختنا هيرا تشكر كل المتبرعين وكل المحسنين التي ساعدوها من سنة 2001 يعني من 21 سنة كان الأطفال كلهم صغار في برنامج كفالة الأيتام إلى أن أصبح عندها هذا البيت اللي هو الجرينهاوس اللي هنقفين فيه دلوقتي تشكرهم شكرا جميل جداً وبتدعو لهم جميعاً بالرحمة وبالمغفرة وبالبركة وهي سعيدة جداً جداً باللي أنتم عملتوه بتقول للمتبرعين وبتقول للمحسنين هناك كثيرين من الناس من أمثلها اللي دونها مثل هذه المسعدة الأبيل لكم هي أن تشكر كل وكل منكم ويقول أن هناك الكثيرين يحتاج أكثر من المساعدة أرجوك أساعد أرجوك أساعد أرجوك أساعد أرجوك أساعد في كل مكان في العالم في كوسفو في بوزنيا في منتنيغرو في سربيا ويقف بعمل الإطلاق في أفرقيا في كل مكان قصود للوقات ارجوك أساعدها شكرا شكرا جانسي اناثمنا ك tau كلiff لهم ميبشا لنا ات��ك لنا لمن كلفط ماء يا هذا راست على انا على مساعدتكم لها خلال الواحد وعشرين سنة الماضية بعد استشهاد زكري دعالكم الرحمة والمغفرة والسمرار العطاء والخير والصحة والعافية لكم ولأولادكم والأحاليكم والدعاء ده دعاء الفقير دعاء المحتاج دعاء من يريد أن تحتي الرحمة وتنزل الرحمة على المحسنين من أمثلكم أرجوكم وأتوسل إليكم دائما لا تنسوا أصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام شكرا